تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي إلى ذلك تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 178 قضية تموينية بمضبوطات ما يقرب من 1439 طن مواد غدائية وغير غدائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 108 أطنان سلع غدائية مختلفة و13 ألفا ومائتي عبوة زيت طعم وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 13 طن دقيق مدعم وأما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط ما يقرب من 564 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للأستوانة البتجاز تم ضبط ما يقرب من 740 طن غصب كما تم ضبط 25 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء كما تواصل وزارة الداخلية شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد الوطنية إلى ذلك تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 38 قضية التجارة غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة مالية بلغت ما يقرب من 71.5 مليون جنيه حيث تمكنت من ضبط مبالغ نقدية بلغت ما يقرب من 7 ملايين جنيه مصرية كما تم ضبط ما يعادل 8 ملايين جنيه عملات أجنبية مختلفة إضافة إلى ضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة تعادل ما يقرب من 56.5 مليون جنيه ترجمة نانسي قنقر